أنت أنت خجولة خجل وفن يعني الواحد يكون شخصية عامة بالفن غير كيف يعني لما أمثل أنسة أدخل بالشخصية اللي أنا دا أمثلها يعني ما ما أكون لبناء بعدها أكون الشخصية هذه وبالغناء أهم أروح بغير عالمين أحسن بتحسي حالك أريح غناء ولا تمثيل والله يعني بالمكان بس لما يكون إذا بالتمثيل فلازم يكون الدور قريب إلي أني نحسة ما أختار أي أدوار يعني أني نحسة 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 يعني صعبة شوية صعبة المزاج بس هذا الفن باحد ممكن يمثل دور واحدة غنية ممكن دور مثل دور فقيرة ممكن واحدة شمطاء ممكن واحدة قوية ممكن واحدة هي لا ما تحب شو تحب لك يعني تحب الأدوار اللي آني واو آه مدلوعة لا لا قامت خرب علي لا لا بس أحب الأدوار الأقرب إلى شخصية يعني مو حطولك بلد متشردة مثلا ما ما تعملين لا ممكن 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 أي ممكن شو اللي ممكن ما تعملين اللي ممكن ما أعمل مثلا بعض الشخصيات يعني أكو شخصيات مركبة أحسها بعيدة تماما عن المعقدين النفسويين يعني مو كل شيء أحبها يعني يفصلوا لك مثلا لا لازم يفصلوا لي بغض الأدوار اللي آني ألعبها مثلا تقول لا هاي مو منطقتي يعني الحلو بيها إنو تقول هذي مو منطقتي فما أحب ألعب مثل هكذا أدوار ما حب أكون في هذا المكان لتعمل له هيك ما حتزوط معها لا ما بس أنا طيب وين حسيتي حالك بيدور هيك إنو بصم عند العالم علم بالبداية ببداياتي مثلت مسلسل اسمه ميليشيا الحب ممكن الناس أصور يتذكروا كان عمل مهم أول مسلسل نتطرق به لأحداث الخطف وخطف بنات جامعة ما حدث في مرحلة من مراحل التدهور في وقتها في العراق تدهور أمني كان في مرحلة معينة فاتناولنا هذه الأحداث كانت فكرة جديدة للشاشة يعني للمشاهد فالمشاهد ما محتاد يشوف بنات جامعة وبالعراق وخطف ومعرف شنو التعذيب فكان دور بالبداية كان يعني بداية مميزة إليه